اشتركوا في القناة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية والتي تشهد عودة البطولات العالمية على أرض مملكة البحرين في ظل جائحة كورونا كوفيد تسعة عشر والمتمثلة ببطولة بريذ التي باتت بطولة رائدة عالميا في رياضة فنون القتال المختلطة وأكد اسموه أن بطولة بريذ تعود من جديد إلى مسقط رأسها وتحديدا في شهر سبتمبر من هذا العام والذي نحتفل فيه بالعيد الرابع على انطلاقة هذه البطولة في عام الفين وستة عشر والتي حققت خلالها العديد من النجاحات وصلت إلى إقامة نساخها الماضية في عشرين دولة وكذلك تعزيزها للعلاقات السياحية والاقتصادية بين مملكة البحرين وتلك الدول الحاضنة لمنافسات البطولة والتي شكلت أطرا جديدة من التعاون الذي يسهم في تعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها البحرين على خارطة العالم وأشار اسموه إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لنهوض بالرياضة في مملكة البحرين مع استمرار العمل على دعم مكانتها على مستوى خارطة الرياضة الدولية من خلال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية على أرضها لتعزيز موقعها كوجهة مثالية لمختلف البطولات القرية والعالمية وثمن سموه متابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للألعاب القتالية لا سيما رياضة فنون القتال المختلطة والتي استطاعت أن تحرز نتائج مشرفة تضاف للإنجازات التي حققتها الألعاب الرياضية لسجل الرياضة البحرينية وضف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن بطولة بريف جزء رئيسي من الرؤية التي رسمها سموه لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية منذ عام 2015 من أجل الوصول إلى العالمية وشيرا سموه إلى أن البطولة استطاعت أن تؤكد للعالم تطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة في البحرين موضحا سموه أنها استطاعت أن تحقق نجاحات واسعة امتدت لأن تتربع على عرش هذه الرياضة على مستوى الهواء بالتصنيف المعتمد للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وأشاد سموه بالجهود المميزة التي يبذلها المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سموه شيخ سلمان بن محمد آل خليفة من أجل مواصلة العمل على تطوير وارتقاء الألعاب القتالية المنضوية تحت مظلة المجلس بما فيها رياضة فنون القتال المختلطة والذي انعكس إيجابا على ما حققته تلك الألعاب من نتائج متميزة منذ إشهار المجلس وأعرب سموه عن التقدير للتعاون الكبير بين منظمة بريف والاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة للإعداد والتحضير المثاليين لإقامة فعالية كومبات كينغدم والتي تشهد إقامة ثلاث بطولات لبريف حيث يشكل هذا التعاون فرصة لإبراز هذه الفعالية بالصورة التي تحقق نجاحا جديدا للبطولة شكرا